السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلاب ومرحبا بكم في درس نكمل فيه حديثنا عن حذف العائد في جملة الصلة وكنا قد تحدثنا عن حذف العائد المرفوع واليوم نتحدث عن حذف العائد المنصوب أي الضمير العائد على الاسم الموصول إذا كان هذا الضمير منصوبا يجوز حذف جوازا وليس وجوبا يجوز حذف العائد المنصوب بشرطين كما قلنا هناك في الأسماء العائد في الضمير العائد المرفوع هنا شرطان هنا كذلك شرطان في حذف العائد المنصوب أولا أن يكون ضميرا متاصلا وليس منفصلا الشرط الثاني أن يكون منصوبا بفعل تام أو بوصف يوجد عندنا شرطان لحذف الضمير العائد المنصوب الشرط الأول أن يكون ضميرا متاصلا وليس منفصلا الشرط الثاني أن يكون منصوبا بفعل تام أو بوصف فمثال الفعل قرأت الكتاب الذي قرأته قرأت اسم المنصول وقرأته جملة الصلة أين الضمير الرابط تقديره الذي قرأته قرأته الهاء هنا حذفت من الجملة الأصلية ولكن ذكرتها هنا لأوضي حلاكة كيف حذفت وهل انطبقت الشروط أم لا قرأت الكتاب الذي قرأته الهاء هنا ضمير متصل وفي محل ناصب أليس كذلك والشرط الأول أن يكون ضميرا متصلا والشرط الثاني أن يكون الفعل أن يكون الفعل فعلا تاما فعلا أو انظر أن يكون الفعل تاما أو يكون وصفا فقرأ فعل فعل تام وليس فعلا ناقص والتقدير قال لك قرأته ومن ذلك قول الله تعالى يعلم ما تسرون وما تعلنون ما هنا الاسم الموصول في الآية قررت مرتين وجملة تسرون صلة الموصول جملة صلة الموصول ما وكذلك تعلنون جملة صلة الموصول ما الثانية والتقدير يعلم ما تسرونه وما تعلنونه انطبقت عليه الشروط حيث الهاء هنا ضمير متصل والفعل قبلها فعل تام ومن ذلك قول الشاعر ما الله موليك فضل ما الله موليك فضل فحملنه به فما الذي غيره نفع فما لدى غيره نفع ولا ضرر البيت مرة أخرى معذرة البيت مرة أخرى ما الله موليك فضل فحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر ما الله موليك أي الذي أعطاك الله إياه من فضل فحمدنه علي أي فحمده علي موليك موليكه هذه أصل الجملة أي الذي الذي الله موليكه فضل يعني الذي يعطيك الله هو فضل من الله سبحانه وتعالى فحذف الضمير العائد على الاسم المنصول ما وهو ضمير متصل في محل نصب ومولي هنا وصف وليس فعلا ولنا هناك شرط الثاني في العائد المنصوب أن يكون الضمير متصلا وأن يكون الفعل تاما أو وصفا موليك هنا وصف وأحد المشتقات وليس فعلا فإن كان الضمير منفصلا جائز الانفصال جاز حذفه كما في المثال والبيت المذكور فإنه يجوز انفصاله إن كان الضمير منفصلا فإن كان جائز الانفصال جاز حذفه وإن كان واجب الانفصال مثلا أن يكون متقدما على الفعل على عامله مثلا أن يكون متقدما على عامله لم يجز في ذلك الحذف نحو جاء الذي إياه كافأتا إذ لو حذف لفات غرض المتكلم من قصر المكافأة على الذي جاء دون غيره يعني لو كان الضمير واجب الانفصال واجب الانفصال يعني مثل أن يكون متقدما من حالات التي يكون فيها الضمير واجب الانفصال إذا تقدم على عامله على الفعل مثلا هنا لا يجوز حذفه لا يجوز حذفه كقولك مثلا جاء الذي إياه كافأت إياه كافأت إياه هنا هو الضمير الرابط وكان أصل الجملة الذي كافأته فعندما تقدمت الها تحولت وهي ضمير متصل تحولت إلى ضمير منفصل لو حذف هنا هذا الضمير لفات غرض المتكلم لفات غرض المتكلم من القصر هو أفاد القصر بتقديم الضمير على الفعل كذا فات غرض المتكلم من كلامه كذلك يمتنع الحذف إن كان الضمير متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف كان إن واخواتها مثلا يبقى شرط أن يكون منصوبا الضمير متصلا منصوبا بفعل أو وصف ولكن لو كان منصوبا بحرف مثل إن واخواتها لا يمتنع حذفه كقولك سافر الذي إنه مجاهد هذا الاسم الموصول الذي والضمير الرابط الهاء وهو ضمير في محل نصب ولكنه هنا الذي نصبه ليس فعلا الذي نصبه ليس فعلا وليس وصفا بل هو إن فهنا لا يجوز حذف هذا هذا الضمير العائد المنصوب لا يجوز حذف بذلك نكون أنهينا الحديث عن حذف العائد المنصوب يظل معنا حذف الضمير العائد المجرور نتحدث عنه في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى